اهلا بكم النهاردة موضوع الحلقة كنت عايزة اتكلم عنها لان بقى ليه ثلاثة يام بفكر بس يعني بقى ليه ثلاثة يام مختفئة فعلا كده وحتى مش بعمل فيديوز جديدة ومش بعمل اي حاجة جديدة علشان كنت بعيد اكتشاف زيتي يعني فاكتشفت ان احد اسباب الفشل او مش هو الفشل احد اسباب ان احنا ضايعين شوية في حياتنا وان احنا مش بنلاقي نفسنا هو ان احنا مش بنحب نفسنا ايه ده بجد؟ هو ممكن ان يبقى فيه حد مبحبش نفسه او الله عظيم ناس كتير اقوي يعرفها اكتشفت ان انا احنا مبقاش بحب نفسي هو اقولك ان انت كمان ممكن تكون مبتحبش نفسك ودي احد اسباب اللي ممكن تؤدي الى فشلك في حياتك انا فاكتب سكريبت انا عمري ما رتبت الكلام اللي هقوله في الحلقة مش بعرف اكتب سكريبت حتى لما بحاول اكتب سكريبت بفشل فشل زريع جدا يعني كل ما بحاول ان انا اكتب سكريبت او انى اكتب او انى ا اعمل سكريبت بفشل يعني نعم مش بعرف اعمل سكريبت خالص فاعتزروني هاه اقبال اعتذار ان انا هتكلم بتلقائيه شديده ايه حب نفسك؟ يعني ان انت تحب نفسك اكتر من اي حاجة في الدنيا عشان انت لما تحب نفسك هتعرف تحب اي حد في الدنيا يعني ايه تحب نفسك؟ يعني ان انت تكون قوي تكون وثق في نفسك تبقى بتعتذب نفسك عارب قيمة نفسك ما تقبلش ان حد يهينك ما تقبلش ان حد يزلك وما تقبلش ان حد يزعلك وما تقبلش ان حد يقولك كلام وحش وما تقبلش ان انت تاخد اقل من حقك وما تقبلش ان انت تضيع حقك وما تقبلش ان انت تبقى بتقلل من قيمتك مع ان انت عارف قيمتك كويس قوي بس انت عشان ترضي حد معين تبقى بتنزل من نفسك قوي بجد اتعلموا ان انتوا تحبوا نفسكو في ناس ممكن حد يجي يقول لي رشنطي مجنونة صح? يعني ما بحبش نفسي. ما مفيش حد ما بحبش نفسي. أنا بقولك وهو. لما ترضى بأقل من قيمتك تبقى أنت ما بتحبش نفسك. لما توافق على حاجات أنت أقل مما تستحق يبقى أنت ما بتحبش نفسك. لما ترضى بالزل وبالإهانة وبالهوان يبقى أنت ما بتحبش نفسك. لما حد يجي يضايقك وإنت عارف أنه هو بيضايقك وتبقى مش قادر تستغنع عنه علشان أنت بتحبه يبقى أنت ما بتحبش نفسك. لما تبقى حاطت ساعتك وفرحك في إيد حد تاني يبقى أنت ما بتحبش نفسك. لما بتبقى عارف أنه أنت ممكن تطور نفسك وأنه أنت ممكن تبقى أفضل وأنه أنت ممكن تبقى أحسن وأنه أنت ممكن تتعلم حاجات جديدة وتطور من ذاتك وتطور من دماغك يبقى أنت ما تحبش نفسك. لأنه أنت ساكت كده عارف أنه أنت ممكن تعمل كده وقاعد متضايق وزعلان. لما تبقى كسول ان انت تتحقق امنياتك. لما تبقى كسول ان انت تتقدم خطوة واحدة بس. علشان حاسس ان الخطوة دي مش هتفرق. يبقى انت ما بتحبش نفسك. لما تبقى عارف ان الشخص ده بيأذيك نفسيا. او بيأذيك روحيا. او ان هو حطك في دايرة مغلقة. يبقى انت ما بتحبش نفسك. لما تبقى بتبدي شخص عليك. بمجرد ان انت حاسس ان قلبك مرتبط بيه او مشاعرك مرتبطة بيه. وتبقى هو عمال يزل فيك وانت متقبل. هو عمال يهين فيك وانت متقبل. يبقى انت ما بتحبش نفسك. يعني انا هتديك او مثال بسيط جدا. رمضان ده فيه مسلسل اسمه ونحب تاني ليه? بتاع البطلة ياسمين عبدالعزيزة البطلة بتاعته كريم فاهمي وشريف مونير. فيه دور لطيف جدا جدا ايتن عامر بتعمله اسمها ريهام. صاري. لا ده مش مش ونحب تاني ليه? ده ده المسلسل بتاع فرصة تانية بتاع ياسمين صبري. ايتن عامل عامر فيه دور واحدة اسمها ريهام. هي بتجري ورا البطل. بتجري ورا البطل ويعني هو كان هيجوزها وما تجوزهاش واسبها وهي عمالة بتجري وراه. هو بيقولها مش عايزك ما بحب الكيش. مش حسك. انتي ولا حاجة. وهي بتجري وراه تاني. تقوله لا 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 انت بتعمل كده عشان بتحبني. انا عارفة ان انت بتحبني. وهو يزل فيها اكتر وهي بتستمتع وهي بتلحقه اكتر وان هي مستمتع بحبها ليه? انتوا تعتقدوا ان ريهام بطلة مسلسل او اللي هي في مسلسل فرصة تانية دي بتحب نفسها. اما اتفرجت عليها يعني حسيتنا شخصية ريهام دي تعمل عليها سبعين فيديو على فكرة. هو المسلسل اسمه فرصة تانية. تفرجوا على ريهام دي بتعمل ايه? للبطل اللي هو اسمه زياد. علشان ترجعوا ليها علشان هي بتحبوه علشان هي حسن ان حياتها ولا حاجة من غيره. اكيد كلنا تحطينا في الموقف ده في يوم من الايام ان احنا كنا شايفين ان حياتنا متوقفة على حد معين وهو لو مش موجود احنا هنموت. لو هو مش موجود احنا هيجرالنا حاجة. وده معناه ان احنا منحبش نفسنا. ان ان انت تكون مش بتعمل مش بتبر اهلك او مش كويس مع اهلك او مش كويس مع عريبك او مش كويس مع اصدقائك بانت تحبش نفسك. لما تبدي حب حد على حبك يبقى انت متحبش نفسك. حبوا نفسك يا جماعة. يعني احب نفسك كل يوم الصبح كده اقف قدام المرايا وكلم نفسك. اقول انا بقف على فكرة قدام المرايا وبعض ده كلب نفسي عادي جدا يعني. وانا شخصية مش سايكوباتية عادي جدا. اقول انا شخص قوي انا اقدر احقق اللي انا عايزه انا شخص ناجح انا شخص شخصيتي قوية انا واثق من نفسي انا انا اقدر انا استطيع يعني انا شكلي حلو انا جسمي حلو انا جميلة انا ذكية انا انا هبطل سجير او انا ببطل سجير انا صحي انا حد كويس انا شخص جذاب حتى لو انت مش شايف فيك الصفات دي قولها قولها كأنها حاضر يعني اقسست معقلك الباطن انه هو يبقى مقتنع ان انت حد كويس ان انت حاجة اي حد في الدنيا يندم انه هو سايبك او انهم خسرك يا جماعة حبوا نفسكو حبوا نفسكو اكتر ما بتحبوا اي حد تاني بجد احياتكو هتفرق كتير جدا جدا شكرا انا هستنى كل واحد فيكو يقول اكتبلي تحت في الكومنت انا اوعدك ان انا بحب ان انا هحب نفسي حتى لو غلطوا تعلموا من اخطائكو حتى لو حصل كتير جدا حاجات ممكن تكون حسنت ان انت اهنت فيها نفسك وزليت فيها نفسك وقابلت بوضع يعني يعني مهين او مشين بالنسبالك قرر من اللخصة اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده ان انت تعيد حساباتك زي ما عملت وان انت تقف مع نفسك واقفة قوية وتقرر ان مفيش اي حد في الدنيا هيقلل منك مفيش اي حد في الدنيا ان انت مش هتحب اي حد في الدنيا اكتر ما بتحب نفسك شكرا بحبوكو جدا جدا قولولي يعني انت عملت اي موقف امواقف لانا قفتها وحسيت ان ان انت فيه مش بتحب نفسك وزعلت على نفسك قوي ودايت من نفسك وحسيت ان ان انت عايز تبتدي من جديد ولا لا شكرا باي باي